السلام عليكم ازايكم يا جماعة من يومين كده كنت انا حطيت بوست عندي في الصفحة البوست دوت كان ان انا اشتريت فورزا هورايزون 5 بريميوم ادون علشانالعب فورزا هورايزون 5 بدري خمس ايام وعشان اخد شوية العربيات والحباشتكنات اللي بتيجي مع عادية. المهم انا كتبت في البوست ده برضو ان اللعبة موجودة رخيصة جدا على الستور المصري. فناس سألتني كتير جدا هو الاكس بوكس عنده ستور مصري اصلا. انا بصراحة ما كنتش متوقع الناس كتيرة مش عارفين الموضوع دوت. بص هو الاكس بوكس لو انت فتحته نفسه مش هتلاقي فيه ستور مصري بس مايكروسوفت عندها ستور مصري. وبان مايكروسوفت عندها محترم. الايكو سيستم دوت اللي هو لما تكون شركة عندها كزا جهاز او كزا منصة كلهم بيتفاعلوا مع بعض بطريقة كويسة جدا زي قابل مسلا عندها الايفون والايباد والماكبوك وابل تيفي والساعة بتاعتها كلهم بيتواصلوا مع بعض بطريقة ممتازة جدا ده بيطلق عليه ايكو سيستم. ومايكروسوفت عندها ايكو سيستم كويس جدا ما بين ونتجاتها زي الويندوز وزي الاكس بوكس وزي الاكس كلاود وزي التابلتس بتاعتها ومايكروسوفت سيربس والحاجات ديات كلها. بما ان مايكروسوفت عندها الكلام دوت فده بيسمح لنا ان احنا نقدر نستخدم الاستور المصري بتاعها اللي موجودة على ويندوز علشان احنا نقدر نشتري حاجات والموضوع اسهل ما متوقعون وحبيت ان انا في الفيديو دوت اوريكم بتعملوها ازاي بالزمد. تعالوا نشوف بقى بنعملها ازاي ونشتري ازاي العاب للاكس بوكس من على الستور بتاع الويندوز وبالعملة المصري بالجنيه المصري. تعالوا اوريها لكم. طيب اه لو انا رحت وريتكم الاول الشاشة كده. اوكي. اول حاجة وقبل ما احنا ننقرر حنشتري اللعبة ولا لا الاكس بوكس فيه ميزة اكتر ممتازة او مايكروسوفت عمتلا عندها اكتر ممتازة. مايكروسوفت مش الريجن بتاعتها مش مقفولة. يعني مسلا على البلاي ستيشن الاكاونت بتاعك لو انت عملته امريكي هو امريكي الى الابد. لو انت عايز تشتري اي لعبة من عند اي تانية او من اي منطقة مسلا تانية عايز تلعب اللعبة بالعربي مسلا كده ولا حاجة. لازم انت تروح عامل اكاونت عربي مسلا اكاونت سعودي او امرياتي او كويتي. بحيث ان انت تقدر تشتري لعبة من عليه بالعملة بتاعتهم او بكارت من المنطقة او بنفس الدولة بتاعت الاكاونت اللي انت عامله وتشتري اللعبة. بعد كده تنزلها وبعد كده تبقى تروح تلعبها من الاكاونت الاساسي بتاعها. مايكروسوفت او الاكس بوكس مش كده. الاكس بوكس مش ريجون لوقت وتقدر تشتري من اي ريجون بده انت معك كارت بيدعم الريجون ديت. وفي نفس الوقت تقدر ان انت تشغل اللعبة من اي ريجون انت عايزها. فاحنا هنستغل لموضوع ان الاكس بوكس مش ريجون لوقت. اول حاجة هنعملها وقبل ما احنا نشتري اللعبة ان احنا هنروح فتحين البراوزر بتاعنا او المستعار بتاعنا. وهنخش على موقع اسمه دابي 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 دوت اكس بوكس داش ناو دوت كوم. الموقع دوت بيسمح لنا ان احنا نقارن الاسعار بتاعة العاب مايكروسوفت على او الالعاب اللي موجودة على الستور بتاع مايكروسوفت سواء اكس بوكس او بي سي ما بين الريجونز المختلفة. فمسلا تعالوا احنا هندور على اللعبة اللي انا كنت عملت عنها البوست اصلا لها فورزا. فورزا. هورايزون فايف. مسلا. وانقول له ايه? سرش. اوكي. دي البريميوم اد اون باندل ان انا اشتريتها. دي تحتاج ان انت يكون معك اللعبة الاسسية. وتعالوا نروح لفورزا هورايزون فايف بريميوم اديشن. فورزا هورايزون فايف البريميوم اديشن تمنها على الستور الامريكي ميد دولار. ميد دولار. لكن في نفس الوقت الموقع ده في ميزان هو بيوريك ارخص ستور موجودة في اللعبة. زي ما انتم شايفين ارخص ستور فيه موجودة في اللعبة. والستور بتاع مصر. وده تمنها في ستة وخمسين دولار او بما يوازي تمنمية وتسعين جنيه مصري. بس. طيب. خلاف ان انا عايز اشتري اللعبة ده. بصوا بقى. انا دلوقتي عرفت ان هي موجودة على مصري ارخص حاجة. عشان اشتريها في عندي طريقتين. طريقة الاولانية ان انا اشتريها من المستعرض. ودي ما بتحتاجش ان انت هيكون عندك اي نوع من انواع الويندوز. لان الطريقة التانية بتحتاج ان انت هيكون عندك ويندوز تن او ويندوز الفن. فهاروح مسلا على اروح دايس عليها كده. هاروح فتح لي صفحة تانية الصفحة التانية ديت فيها كل الستورز. الامريكي اهوت. الستور المصري اهوت اللعبة تمانها تمنمية وتسعين جنيه. طيب. عايز اشتري اللعبة بقى الوقتي. حدوس على الزرار الاسمه هنا. هاروح فتح لي صفحة تانية في المصري بتاع مايكروسوفت. فتح الصفحة اهوت. هو لسه بيحمل. فتح الصفحة اهوت. زي ما انتم شايفين دي فورز هورايزون فايف تمانها تمنمية وتسعين جنيه. طلع حتى بالجنيه هنا كمان. واقدر ان انا اقدر اعمل هنا. ولو انتم شايفين انا ادخل بالاكاونت بتاعي مجرد ان انا هدوس هنا. وهشتري اللعبة على طول. طيب. هشتري اللعبة ازاي? استخدم كروت اي? انت ممكن تستخدم اي كارت تطلع من مصر. يعني انت ممكن تستخدم مسلا كريدت كارت تطلع من مصر. ممكن تستخدم كارت ديبت صلع من مصر. ممكن تستخدم حتى. فيزا فوق فون كاش. ممكن死 film بها. عاد جدا. وكل ده هيشتغل معاك عادي جدا. طيب. اه بلاش ندور على لعبة من العاب مايكروسوفت. تعالوا ندور. يعني يمكن العاب مايكروسوفت متوفرة في كل رب تحيطة. تعالوا ندور على لعبة مش موجودة. او مش بتاعة مايكروسوفت. لو انا روحت هنا على اكسبوكس اللي هو شيف اكسبوكس جيمز دوت. لو هو الاكسبوكس دوت. تعالوا ندور على لعبة زي ديابلو مسلا. طبعا هي مش ايه ده ايه ده انا كتبت ده? ديابلو. ديابلو كتبت كده بازاي? انا كاتب بيابلو. ما شاء الله. ديابلو. اوكي? طبعا مش كل الالعاب موجودة. احنا بنشيك هنا نشوف الالعاب موجودة فين ونقدر نشتريها. دي عايزين ندور على اللعب اخر لعبة اللي انزلت من ديابلو اللي هي في ديابلو او ديابلو مسلا. اهي. حلو? شايفين اللعبة تمانها اربعين دولار على الامريكي ده التمنى الطبيعي بتاعها تمانها على مصري اتنين وعشرين دولار تقريبا النص. ما شاء الله للسطور المصري الحاجات بتنزل فيه النص بزي. برضو لو انا عايز اشتريها هعمل نفس الطريقة راح انا دايس هنا هتفتح للصفحة. هدوس على مصر هتحمود ياني للصفحة بتاعتي. طيب طريقة تانية وان انت مش لازم تستخدم المتصفح مسلا كده ولا حاجة. لو انا جيت فتحت هنا اكس بوكس البرنامج بتاع اكس بوكس مسلا. انا مسلا انا عامل دلوقتي تاعتي على الكمبيوتر امريكي. لان انا بحتاجها عشان نبص على حاجات في الويندوز ستور وكده احيانا ما بتقعش موجودة في الستورز الثاني. لو انا جيت دورت هنا بصلا برضو على تعالوا ندور على لعبة تالتة المرة دي. تعالوا ندور على هيلو مسلا. وانقول له سيرش. احنا عايزين هيلو انفنت. اهيت. دي الكامبين هيلو انفنت على فكرة الملتيبلاير ببلاش. دي الكامبين اللي هي القصة بتاع تلاقيها هي اللي بس بفلوس. زي ما انتم شايفين تمنح على الستور الامريكي ستين دولار. تمنح على الستور الامريكي ستين دولار. طيب. انا مش عايز اجيب ها بستين دولار. عايز اشوفها ارخص حتة موجودة فين? هنتأكد بس هي موجودة فين? ارخص حتة? فحنروح هايلل له هنا. هيلو انفنت. وهنقول له سيرش مش عارف انفنت كده صحة ولا غلط انفنت غلط فاحنا عن ايه? هنصلحها. انفنت اهيت. هنقول له جو. حلو انفنت اهيت زي ما احنا شايفين. هي في الامريكي بستين وعلى مصر. عند مصر برضو ارخص حاجة. ما شاء الله الستور المصري متقلق. هي ارخص حاجة. تمنح على الستور المصري خمسمية خمسة وتلاتين جنيه بس. طيب انا عايز اجيبها بقى الستور المصري بس مش عايزين نجيبها عن طريق البراوزر عايزين نجيبها عن طريق الويندوز مباشرة. دي بسيطة. زي ما انتم شايفين انا اطلع لي اللعبة هنا بال ايه? بالامريكي اللي هي ستين دولار فانا هقفل ده خلاص. وبعد كده هروح هنا هنا واخش على الستينج بتاعت الويندوز وروح جاية هنا في السيرش روح عامل سيرش على هيتطلع لي هنا حاجة سمها هروح هنا دايس عليها وبعد كده هروح جاية هنا على وارخ دايس على الدولة وقول له انا عايز مصر. خلاص كده لغيتها المصر هقفل دي وارخ جاية هنا? اقول له لو سمحت تفتح لي بتاع الاكس بوكس تاني. فتح طبعا بيقول لي الاكس بوكس بوكس سيبكم منها ديت. اوكي. عالا ندور على مرة تانية. موجود هنا بخمسمية خمسة وتلاتين جنيه مصري حتى كاتب جنيه مصري بالعربي. او جنيه مصري. آآ فدي الطريقة اللي انت تقدر تشتري بيها من على الاستور المصري. بس قبل مقفل معكم الفيديو في حتة مهمة جدا لازم تخلي بالكم منها. تعالي انا هرجع هنا على الاستور. دي فورزا هورايزون فايف بريميوم ايداشن. لو انا نزلت تحت هنا بصيت بيقول لي هنا او متوفر على الاكس بوكس سيريس اكس والاكس بوكس وان والبي سي. معناها ان انا لو انا الشريط اللعبة دي تحضر لعبها على الاكس بوكس وان والاكس بوكس سيريس اكس. ولعب مايكروسوفت كلها كروس بلاتفوم وتقدر تلعب على كده. طب لو ديابلو مسلا. ديابلو احيات لو انا دست عليها ان انا انا عايز اشتريها من الاستور المصري. الصفحة بتبت الصفحة فتح تهيات بتاع ديابلو تو تمنحة خمسة تلتمية خمسة وخمسين جنيه طيب. لازم انزل بص اشوف يعني دلوقتي اللعبة دي موجودة على الاكس بوكس بس. لو انا اشتريتها من هنا هقدر العبها على الاكس بوكس. لو انا اشتريت اي لعبة من هنا مكتوب عليها اكس بوكس او اكس بوكس وان. مجرد ما هشتريها من هنا هروح انا فاتح الاكس بوكس بتاعي. رح فاتح الالعاب اللي انا شريها هلاقيها موجودة واقدر انزلها على طول. بس لازم نخلي بالنا من ديت عشان لو انا عايز اشتري لعبة للبي سي. اتأكد ان هي متوفرة هنا لبي سي. وانا عايز اشتري لعبة للاكس بوكس اتأكد ان هي عمنتوفرة هنا نين? للاكس بوكس. الكلام ده مهم جدا. مش بسيط ابدا ولازم نخلي بالنا قبل ما نشتريه علشان ما نربسش وحد يجي دقاء عليها بعد كده. اتمنى اكون افدتكم بحاجة في الفيديو الصغير دوت. واشوفكم في فيديوهات صغيرة زي كده تاني. رايب ان شاء الله. يلا. السلام عليكم.